السلام عليكم وراء الله وبركاته ازايكم عامليني يا رب دايما تكونوا في احسن حال اهلا بيكم في في الاسم الجديد لقناتنا وهو زراعنجي بدل مكان اسمها حبشتكنات خلينا اسم القناة زراعنجي تمنا رب الاسم يعجبكم هنشوف مع بعض في الفيديو ده طريقة عمل مزرعة منزلية لديدان الفيرمي كومبوست اول حاجة هنحتاجها معنا هي برنيكا او صندوق بلاستيك افز بلاستيك زي اللي شايفينه معنا في الفيديو ده كده بالزبط او اي افز بلاستيك متوفر عندك لكن اللي هنستخدمه في الفيديو هو الافز البلاستيك ده تاني حاجة بعد كده هنحتاج نبطنه نبطنه بممكن بشكاير او بشبك زي ما احنا شايفين هنا هنا استخدمت الشكارة عادية الشكاير العادية اللي هي زي بتاعة العليقة ممكن او اي او او اي حاجة من الحاجات دي يعني زي شكارة العليقة او الدي كبه بس بعد ما نبطنه ونقفله كويس تقفيل اه تمام يعني مزبوط. بعد كده بقى جاهز خلاص ان احنا نحط فيه البيئة الجديدة او اه المكونات بتاعة المزرعة بتاعة الدين الكمبوست اللي احنا هنحتاجها. طبعا اهم مكون من المكونات دي وكان متجهز من قبلها بيوم اه اش اش رز مطحون او متقطع قطع صغيرة ومنقوع في مية قبل قبل تجهيز المزرعة باربعة وشرين ساعة. طبعا ده ده منزر الاش بعد بعد نقعه في المية. بيكون بالشكل ده كده طبعا بنقعه في المية لتفادي حدوث اه تحلل حراري او ارتفاع لدرجة الحرارة داخل المزرعة. الفترة اللي بنقعه فيها في مية هو بيمر بعملية التحلل الحراري بيرتفع درجة حرارته وبعد كده تنزل. فكده خلاص احتمالات اه حدوث ارتفاع درجة حرارة تانية الناتجة عن الاش او اه بيئة المزرعة بشكل عام هتكون ضعيفة جدا. كده تكون مش مش هيحصل ان يحصل ارتفاع لدرجة الحرارة داخل المزرعة. بعد كده بنجهز بنحط البيئة زي ما احنا شايفين كده في المزرعة الجديدة او في في السبت الجديد او اللي احنا خلاص هنعملها مزرعة. وتاني مكون معنا هو روس مواشي. روس حيوانات والافضل يكون روس خيل. روس الخيل هو الافضل اه في المزارع والاقمن بالنسبة للدود بحيث ما يحصلش تسمم بروتيني او يحصل ارتفاع شديد لدرجة الحرارة او كده. وخصوصا التسمم البروتيني. بعد ما بنحط طبقة من من القش بنحط بعد كده روس روس الخيل زي ما قلنا. وبنخلطهم مع بعض كويس. زي ما احنا شايفين كده بنفس بنفس الطريقة دي. اهم حاجة ان ما يكونش فيه قطع كبيرة خالص في البيئة يا جديد. نحاول قدر الامكان ان المزيج بتاع البيئة في النهائي او الخليط بتاع البيئة في شكله النهائي يكون عبارة عن جزيئات صغيرة. يعني اصغر حد ممكن. كل ما كانت البيئة نفسها مكوناتها عبارة عن اجزاء صغيرة او قطع صغيرة جدا كل ما كان افضل. لان ده هيصرع عملية التحلل بتاعتها وبالتالي هيصرع هيقدر يستفد بيها ويهضمها بشكل اسرع. بعد ما بنكمل زي ما قلنا كده طبقة اه قش وطبقة اه روس. بنخلط كل المكونات مع بعضها بشكل كويس وبنسيب في الاخر خالص بنسيب في في المزرعة بنسيب جزء ما بنحطش فيه بيئة جديدة نهائي. سيبه فاضي. اللي هو الجزء اللي شايفينه معنا دلوقتي اللي هو الجزء اللي على الشمال. اللي على الشمال الفيديو. ده الجزء ده سايبينه فاضي. البيئة كلها في تقريبا الجزء اللي بنسيبه فاضي بيكون ربع المساحة. والتلات اربع هي البيئة الجديدة. تلات اربع مساحة المزرعة اللي موجودة معنا. ايا كانت بقى ايه هي? سواء كانت بستلة او ثبت بلاستيك زي اللي معنا دلوقتي او في مساحة اكبر مثلا لوحوض او او برميل زي البرميل اللي اللي موجود في في جنب التصوير هو مش مصورينه معنا في الفيديو يعني بس لو لو برميل زي ده. البرميل ده ساعة ومتين لتر ومقسوم نصين بالطول ومعمول مزرعتين. او لو لو حواض او 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 كومة ارضية او ايا كانت طريقة التربية الافضل في عامل مزرعة جديدة ان احنا نعمل بنفس الطريقة دي كده. تلات اربع المزرعة او تلتين المزرعة يكون بيئة جديدة والتلت او الربع يكون البيئة اللي احنا هننقلها. اللي احنا هننقلها من المزرعة قديمة اللي هي هيكون فيها الدود. زي ما احنا شايفين كده احنا دلوقتي جبنا برنيكة تانية او او سبت تاني لمزرعة قديمة ده اللي هناخد منه الدود ننقله للمزرعة الجديدة. اللي هو زي ما احنا شايفين كده. احنا هنا مش هناخد الدود لوحده. احنا هناخد جزء من البيئة بالدود اللي موجود فيها. فزي ما احنا شايفين ده الجزء اللي اخدناه من المزرعة القديمة. وده الدود اللي موجود فيها اوت. اللي هو زي ما اقولنا احنا هنا بنتعامل مع دود وتايجر ور. دول النوعين دول هما اللي موجودين معنا دلوقتي في الفيديو وهي افضل نوعين ممكن تربيهم بسهولة وما يكونش في صعوبة في موضوع التربية بخلاف الزحف الافريقي او الماليزية او غيره هما اسهل نوعين للتربية بشكل عام. هو بيكون حجمها زي ما وضحنا قبل كده في فيديو سابق حجمها بنفس الشكل اللي احنا شايفينه في الفيديو كده احنا بنبدأ دلوقتي بناخد جزء من المزرعة القديمة بالبيئة بمحتوياتها بقى من الدود سواء كان دود بالغ كبير او دود صغير لسه حديث او شرانق كل محتويات البيئة بشكل كامل بناخدها وبنحطها بس في الجزء اللي هو الربع اللي سايبينه فاضي بيئة جديدة. بعد ما بنكمل العملية دي هو خلاص بعد كده بعد فترة الدود لما بيلاقي باقي المساحة دي او اللي هي البيئة الجديدة اللي حطناها له. بيلاقها مناسبة لي وامنة مفيش فيها اي مشكلة ومفيش خطورة عليه. آآ مفيش خطورة منها عليه يعني فبيبدأ ان هو الدود يتحرك من البيئة اللي هو موجود فيها او من الجزء اللي هو الصغير اللي احنا حطينه فيه. بيبدأ يتحرك لبقى المزرعة بالكامل. الموضوع ده بيتم خلال تلات اربع اربع ايام او اسبوع بالكتير. بيكون حصل ده. ترى ما البيئة نفسها امنة ومجهزة بشكل كويس قبل قبل تجهيز المزرعة جهزنا البيئة بشكل كويس وبقت آآ امنة بالنسبة للدود ومهيئة للمعيشة للدود. بيبدأ ان هو يتحرك بها بكل تحرك للبيئة الجديدة دي بكل سهولة وبسرعة ما بيخدش وقت كتير. بالكتير خالص اقصى حاجة ممكن اسبوع كحد اقصى يكون الدود ده انتشر في البيئة بشكل كامل. طبعا بعد ما بنملك جزء اللي هو الربع التاني ده بنخليهم الاتنين نفس الارتفاع او نفس آآ نفس المستوى نفس المنسوب يعني. عشان ما يكونش فيه اختلاف بالنسبة للتغطية او كده. وطبعا الارتفاع كله بيكون من عشر لخمستاشر سنتي. ارتفاع المزرعة ككل. طبعا البيئة الجديدة دي بعد كده اه اه ارتفاعها هيقل. احنا بنزود بقى بعد كده واجبات آآ واجبات سريعة اللي هي بتكون آآ ممكن الوجبات دي تكون بواقي غدار بواقي فاكهة. مثلا اشر بطيخ. اشر كانتالوب. آآ بواقي غدار زي بواقي الخاص بواقي كرنبيت. اي بواقي غدار او فاكهة او اشور خدار او فاكهة موجودة في البيت تتقدم كوجبات. تتقطع قطع صغيرة. او تنضرب في الخلاط يكون اسهل ويكون افضل كتير لو لو انضربت كل البواقي الخضار والفاكهة دي تضربت في الخلاط مع بعضها وتتقدم للدود آآ مرة واحدة مع بعضها مخلوطي. طبعا بنقدم الوجبات بتاعة الخضار دي بكميات قليلة بالنسبة لحجم المزرعة. بعد ما خلصنا تماما وجهزنا البيئة القديمة وحطينا الدود وجهزنا كل حاجة تمام. بنبدأ بعد كده باهم حاجة اللي هي التغطية. التغطية لازم تكون بخيش. الخيش طبعا هنا بيكون جاف ما بنرتبش الخيش خالص في فترة الشتاء. اما لو في الصيف فاحنا بنرتب الخيش يوميا وممكن في في الاوقات او في ايام الحر الشديد في الصيف نرتب الخيش مرتين وتلات مرات كمان في اليوم. اما بالنسبة للشتاء والجو والبرد زي زي الوقت ده كده. فاحنا بس بنحط الخيش بنحط الخيش يكون طبقتين او تلاتة او اربعة. كل ما كان اكتر من طبقتين يكون افضل. هنا انا هستخدم حوالي ست طبقات او خمس طبقات تعريبا الخيش في الفيديو. كل طبقات الخيش بالكامل بتكون جافة ما بنرتبش الخيش خالص. اما بنيجي الرطب بس وما بنرتبش كتير برضو في الشتاء بنرتب على فترات ممكن كل اسبوع او اكتر. حسب جو المزرعة وحسب نسبة الرطوبة فيها بنشيل الخيش مع وقت الترطيب. بنشيل الخيش خالص ونرتب المزرعة وبعد كده نغطي بالخيش. الخيش يكون جاف تماما في التغطية في فصل الشتاء او في البرودة. زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي غطينا بطبقة. واللي موجود معنا دلوقتي ده ده خيش طبقتين وهن وهيتطبق كمان مرة هيبقى اربع طبقات فبقى كده خمس طبقات خيش متغطي بها المزرعة. الخيش جاف تماما ما بنرتبوش نهايي. جفاف الخيش ده بيعمل على تدفية المزرعة في الشتاء وبيرفع درجة حرارتها نسبيا عن الجو الخارجي. اما لو رطبناه فهو بيزود بيقلل درجة الحرارة درجة حرارة المزرعة عن الجو الخارجي برا. بس كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية طريقة عمل المزرعة المنزلية تقدر تعمل المزرعة دي بكل سهولة وتقدم لها بواق الخضار والفاكهة اللي موجودين عندك في المطبخ او اللي هيترموا في الزبالة وتبقى كده حولتهم لحاجة مفيدة بطريقة سهلة جدا وغير مكلفة. تمنا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اشترك في القناة ولايك للفيديو وقروا ان الاقيكم في كوممنت. تمنا يكون الفيديو عجبكم. شكرا.